رسالة من المنطقة الشرقية في السعودية هذه الرسالة اجتملت على مضمون يكثر الحديث حوله في كل انحاء العالم اقرأ الرسالة كما وردتني يكثر الحديث عند الشباب عن تجارب الاقتراب من الموت حيث تنتشر الكثير من الفيديوهات على الانترنت لكثير من الناس يمرون بهذه التجربة من مختلف الاطياف وما يشاهدونه من احداث خلال هذه التجربة وان الموت جميل جدا وكأنه لا يوجد حساب او عقاب او ملك موت او رؤية بحسب عقيدتنا لأهل البيت وتعزز احيانا هذه المقاطع مقاطع الفيديو وتعزز احيانا هذه المقاطع فكرة تناسخ الارواح او تعدد الحيوات الحيوات جمع لحياة وهناك من يستدل ببعض القصص وردت في كتاب رحلة الارواح لمايكل نيوتن وبعض المسلمين يستدل بهذه الآيات ثم انشأناه خلقا اخر وننشئكم فيما لا تعلمون فهل هذه المضامين وردت في فكر اهل البيت عليهم السلام كيف نفسر لابنائنا واطفالنا هذه الامور هل لها منظور خاص وشكرا لكم هذه الرسالة قرأتها عليكم كما وردتني الرسالة اجتملت على العديد من العناوين المهمة ومن المطالب التي هي بحاجة الى كلام طويل لكنني سأجز في الاجابة بحدود هذه الحلقة والحلقة القادمة وإلا فإن هذه الموضوعات تحتاج إلى عدد كثير من الحلقات سأختصر الإجابة في حلقة اليوم وحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سأأخذ العناوين المهمة التي وردت في هذه الرسالة العنوان الأول تجارب الاقتراب من الموت هي ترجمة للعنوان الذي جاء مذكورا هنا أيضا Near Death Experience تجارب الاقتراب من الموت عنوان ينتشر في الإعلام خصوصا على الشبكة العنكبوتية الإنترنت وهناك من البرامج التلفزيونية على مختلف المحطات التلفزيونية في العالم تتناول هذا الموضوع ما المراد من تجارب الاقتراب من الموت ربما بعض من يشاهدني الآن لا يملك فكرة عن هذا العنوان لا يملك فكرة عن هذا الموضوع المراد من هذا العنوان حالات حالات عاشها مجموعة من الناس في مختلف أنحاء العالم في مختلف البلدان ومن مختلف الشعوب والأجناس ومن مختلف الديانات والاعتقادات فيهم من هو متدين متمسك بدينه الذي يعتقد به وهناك من هو لا يؤمن لا بوجود إله ولا بوجود دين ولا بوجود غيب ومع ذلك مر بهذه التجربة خلاصة القول بخصوص هذه التجارب الذين يتعرضون لحوادث الاصطدام الشديد بسبب حوادث السير أن يكون في سيارة صغيرة وإذا به يفاجأ بشاحنة كبيرة ثقيلة تدوس سيارته أو أنه يصطدم استداما بحاجز من الحواجز الكبيرة في الطريق التي لم يكن ملتفتا إليها وربما يكون قد غطس في الماء ولسبب وآخر فإنه مات غرقا كما يقولون مات غرقا هم يقولون من أنه مات غرقا كذلك الذين يخضعون لعمليات جراحية معقدة ويبقون تحت البنج لساعات طويلة الذين يصابون بالسكتة القلبية وأمثالها من الأمراض التي تؤدي بهم إلى الدخول في غيبوبة طويلة هذه أمثلة ونماذج من الذين مروا بالحالات التي يطلقون عليها هذا العنوان تجارب الاقتراب من الموت هؤلاء الذين عانوا هذه المعاناة قطعا ليس كل شخص عانى أنواع هذه المعاناة قد مر بهذه التجارب وإنما البعض منهم البعض ممن عانى هذه المعاناة كالإصابة بالسكتة القلبية كالإصابة بمرض شديد أدى أدى إلى غيبوبة طويلة كالاصطدامات القوية الساحقة على الطرقات أتحدث عن حوادث السير إلى بقية الأمور التي أشرت إليها بعض بعض الذين عانوا هذه المعاناة مروا بتجربة الإقتراب من الموت كما يقولون بشكل عام كلهم يتحدثون عن أن أرواحهم تخرج من أجسادهم ومن أنهم يبقون لفترة قريبين من أجسادهم ينظرون إلى أجسادهم وينظرون إلى المكان الذي تتواجد فيه أجسادهم وينظرون إلى الناس من معارفهم أو من غير معارفهم إنهم لا يشعرون بألم يشعرون بحرية ووحشة واستغراب للحال الذي هم عليه فهم قد ارتفعوا فوق أجسادهم وفي الوقت نفسه ينظرون إلى أجسادهم يستشعرون حالة من الذكاء الشديد يتذكرون كل شيء مر بحياتهم وربما يُعرض عليهم في شريط سينمائي يشاهدون كل التفاصيل ما صدر منهم من جميل أو ما صدر منهم من قبيح يدخلون يدخلون في نفق أو ما يشبه النفق قد يكون مظلما قد يكون مضيئا وإذا ما خرجوا من ذلك النفق فإنهم سيذهبون إلى عالم وسيع فسيح يلتقون بكائنات نورانية في بعض الأحيان لا يعرفون حقيقتها وربما يلتقون بملائكة يتحدثون معهم يلتقون بشخصيات من البشر من الأموات من معارفهم أو من غير معارفهم يخبرون بالكثير من أمور مستقبلهم لكنهم حينما يعودون إلى الحياة ينسون كثيرا مما أخبر به عن مستقبلهم البعض منهم يكون في نعيم والبعض منهم يكون في بؤس وعذاب وألم شديد هناك الكثير من التفاصيل ثم يصدر الأمر إليهم أن يعودوا إلى أجسادهم هذه خلاصة وإلا فهناك الكثير من الكلام يمكنكم أن تدخلوا إلى اليوتيوب وتطلعوا على الكثير من هذه المضامين من رجال من نساء من مسلمين من الشيعة من السنة من المسيحيين من اليهود من ديانات مختلفة ومن أناس لا يؤمنون بالأديان ولا يؤمنون بوجود إله يمكننا أن نجد تشابها إلى حد كبير في هذه التجارب عند أولئك الذين مروا بها في الأعم الأغلب يتحدثون عن نعيم وبهجة وسرور مروا به ولكن هناك من يتحدث عن عذاب وبؤس وألم شديد إلا أن أكثر الذين تحدثوا وعرضت أحاديثهم على الإنترنت كانوا مروا بتجربة استشعروا فيها النعيم والسعادة واللذة والراحة الرسالة الرسالة تسأل تسأل عن هذه التجارب وطرحت بعضا من المطالب لكن الرسالة في آخرها تبحث عن موقف ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها من كل هذا الذي أشرت إلي نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه من جملة ما أشارت إليه هذه الرسالة من أن أحاديث هؤلاء الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت كما شاع الإصطلاح عن تلك الحالات من أنه في بعض الأحيان أحاديثهم تعزز فكرة تناسخ الأرواح أو تعدد الحيوات لا أريد أن أقف عند هذا العنوان طويلا لكنني سأحدثكم عنه بشكل إجمالي لوروده في الرسالة والارتباط بهذا الموضوع إذا ما رجعتم إلى الفيديوات أو إلى البرامج الموجودة على الإنترنت تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات قطعا نحن في دين محمد وآل محمد نرفض هذا المضمون رفضا قاطع نرفض فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات المراد من تعدد الحيوات لشخص واحد سأبين لكم المقصود من هذا من أقدم الديانات في العالم التي تعتقد بهذه العقيدة الديانة الهندوسية الديانة الهندوسية تعتقد اعتقادا أساسيا في مضمونها بتناسخ الأرواح وتعدد الحيوات ويفسرون المجريات التي تجري في حياة أي إنسان بما جرى في حياته السابقة أو في حيواته السابقة فإذا كان الإنسان يعيش بصحة وسلامة ووفرة في المال وجمال في المظهر ليس هناك من منغصات في حياته يعتبرون أن هذا الذي هو عليه جزاء لأفعال حسنة لمحاسنه في الحيوات السابقة وهكذا إذا كان الإنسان يعاني من منغصات في الحياة من مرض عضال إلى بقية الأمور المنغصة في الحياة فإن هذا يعني أنه في حالة جزاء لأفعاله السيئة في الحيوات السابقة في حيواته السابقة على سبيل المثال جئتكم بهذه الصورة الوجيزة مع ملاحظة مهمة جدا من أن الذين أرخوا للديانة الهندوسية هناك منهم من يعتقد من أن العقيدة هذه وإن كانت قديمة الديانة الهندوسية ديانة قديمة جدا ربما هي أقدم الديانات الكبيرة في زماننا هذا بين ديانات العالم من الوجهة التاريخية فهناك ممن أرخ لهذه الديانة ويقول من أن عقيدة التناسخ وتعدد الحيوات الحيوات عقيدة طارئة بعد ذلك حدثت لأن الديانة في أصلها كانت تعتقد باليوم الآخر لا لا شأن لا شأن لي بالديانة الهندوسية ولا بالديانة البوذية التي هي أساسا فرع من فروع الديانة الهندوسية في الأصل بعد ذلك استقلت وصارت دينا فمؤسس الديانة البوذية كان هندوسيا في الأساس على أي حال هذا موضوع خارج عن بحثنا ديانات مجموعات اتجاهات تعتقد بتناسخ الأرواح من أن الإنسان إذا مات وخرجت روحه من جسده فإنها ستعود في جسد إنسان آخر هذا هو تناسخ الأرواح في جسد إنسان آخر يولد من أب وأم الروح التي خرجت من جسد سين من الناس حينما مات وخرج من هذه الدنيا فإن روحه ستعود في جسد آخر يعتقدون أن عدد الأرواح محدود هكذا يعتقدون ومن أن الأرواح تبقى في دورة من الحيوات تصل إلى الحياة السابعة وبعد ذلك تترقى هذه الروح كي تتصل وتمتزج بالروح الكلية في الوجود التي قد يصلحون عليها النيرفانا فإنها تتصل بالنيرفانا بالروح الكلية بالروح العامة بالروح الحقيقية في هذا الوجود فحينما تتناسخ الأرواح من الضروري فإن الحيوات ستتعدد فسين من الناس مات وخرجت روحه من جسده ستنتقل بعد ذلك ضمن سلسلة من التفاصيل والوقائع ستنتقل إلى مولود جديد إنها ولادة جديدة ولادة ثانية وبعد ذلك يموت هذا المولود بعد أن ينتهي عمره تخرج روحه من جسده وتعود مرة أخرى إلى حياة ثالثة وهكذا فتناسخ الأرواح يؤدي إلى تعدد الحيوات هناك من الفرق ومن المجموعات يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك النصيريون مثلا يعتقدون بالتناسخ وكذلك يعتقدون بالتماسخ التناسخ الأرواح تبعث مرة أخرى في أجساد بشرية جديدة أما التماسخ فإن الأرواح ستبعث في أجسام حيوانية وهناك التفاسخ فإنها تبعث في أجسام نباتية تبعث الأرواح في الأشجار وفي النباتات وهناك التراسخ حيث تبعث الأرواح في الأحجار والصخور لا أريد أن أخوض في ترهات النصيريين والخطابيين والسبائيين من هذه الفرق والمجموعات الضالة الملعونة هذه فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات بشكل إجمالي البرنامج البرنامج ليس معدًا للحديث في الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات وهي ليست مهمة هي ليست مهمة إنما أشرت إليها عرضا لارتباطها بسؤال السائل في هذه الرسالة ولأنني أتوقع أن كثيرين ممن يشاهدون فيديوات تجارب الاقتراب من الموت يسمعون مثل هذا الكلام خصوصا في الفيديوات الأمريكية الأوروبية أو من مختلف الدول غير الإسلامية فيأتي هذا الكلام يأتي الكلام عن تناسخ الأرواح وعن تعدد الحيوات هؤلاء يعتقدون بهذه الفكرة لماذا لأنهم لا يعتقدون بيوم للقيامة الاعتقاد بتناسخ الأرواح والذي يؤدي إلى تعدد الحيوات يناقض الاعتقاد بيوم القيامة بيوم الدين ويوم العدالة الإلهية أنا لست بصدد مناقشة هذا الموضوع لكنني أردت بيانه بشكل إجمالي الرسالة تقول من أن بعض هذه التجارب قد تعزز هذه الفكرة نحن بحاجة إلى أن نضع هذه التجارب أعني تجارب الاقتراب من الموت أن نضعها في موضعها الصحيح إذا وضعناها في موضعها الصحيح فحينئذ هذا الكلام سيتلاشى ولم يبقى موجودا المشكلة أين على الأقل من وجهة نظري المشكلة من أنهم وضعوا عنوانا لهذه الحالات لا ينطبق عليها فهذه الحالات ما هي بوقائع يكون فيها أولئك الناس قريبين من الموت الموت ليس هكذا هذا شيء آخر سيأتينا الحديث تبعا قطعا لا شأن لي بالتفسيرات وبالنظريات التي وضعت لتفسير هذه الظواهر سأذكرها لكم بالإجمال لا شأن لي بها فأنا أتحدث من منظار ثقافة العترة الطاهرة وسيأتي الكلام ماذا تقول معارف العترة الطاهرة هذا السؤال سيأتي الجواب عليه في حلقة يوم غد أما في هذه الحلقة فإنني أريد أن أضعكم في المعطيات العامة لهذا الموضوع كي تكون على خبرة ودراية في ملابسات هذا الموضوع المشكلة هنا المشكلة في العنوان المشكلة في تصور هؤلاء الناس من أنهم خاضوا تجربة كانت قريبة من الموت الموت شيء آخر وهذا الذي حدث لهم شيء آخر أنا لا أكذبهم هناك من كذبهم أنا لا أكذبهم وعلى اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف جنسياتهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم أنا لا أكذبهم ربما لا يحسنون التعبير في تصويري وتقريب ما مر به هذا قطعا أمر موجود لكنني أتحدث بالإجمال فإنني لا أكذبهم وفي الوقت نفسه من وجهة نظري بحسب ثقافة العترة الطاهرة من وجهة نظري هذه الحالات والوقائع لم تكن قريبة من الموت وإنما هذا الذي تحدث به أصحاب التجارب القضية ستكون واضحة إذا شخصنا هذه التجارب أين سنصنفها أين سنضعها تحت أي عنوان لا بد أن نعنونها بعنوان صحيح وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث في التفاصيل فإذا ما عنوان نها بعنوان صحيح فإن الكلام هذا عن فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات سيتلاشى وهذا ما ستتلمسونه بعد أن أكمل حديثي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وعشارت الرسالة إلى كتاب هو رحلة الأرواح لمايكل نيوتن مايكل نيوتن طبيب نفسي من أطباء علم النفس من أطباء الأمراض النفسية أمريكي له العديد من المؤلفات هذا الطبيب النفسي الأمريكي أعني مايكل نيوتن من المتخصصين في مجال العلاج بالتنويم المغناطيسي ويعد من أبرع الأطباء في هذا المجال وقد حقق الكثير من النتائج العلمية ومن النتائج النفسية ومن النتائج الطبية المغناطيسي في مجال فيما قام به من علاجات عبر أسلوبه المتميز في التنويم المغناطيسي لكنه في الوقت نفسه هو لا يؤمن بوجود إله هو ملحد هو ملحد هو ملحد كما يصطلح على الملحدين في زماننا هذا هو ملحد مايكل نيوتن طبيب نفسي أمريكي ملحد لا يؤمن بوجود إله ولا يؤمن بوجود الأديان ولا يؤمن بوجود الغيب ولا يؤمن بوجود الأرواح تغير بعد ذلك فصار يؤمن بوجود الأرواح ويؤمن بخلودها بسبب ما مر عليه في مجال عمله ألف كتابه هذا بين يدي رحلة الأرواح الدكتور مايكل نيوتن رحلة الأرواح دراسات لحالات عن الحياة بين الحيوات هذه الترجمة ترجمة نبيلة يوسف الفقي ودار النشر هي دار نوفل هذه الطبعة الثانية الفين وتساطعش ميلادي بيروت لبنان هذا هو الكتاب الذي يتحدث عنه السائل في رسالته مثل ما قلت لكم مايكل نيوتن طبيب نفسي أمريكي ملحد لكنه بارع وبارع جدا في التعامل مع مرضاه عبر التنويم المغناطيسي هذا الكتاب يشتمل على تسعة وعشرين تجربة من تجاربه في مجال التنويم المغناطيسي تسعة وعشرون مريضا وقد أثبت تفاصيل بحثه وتجاربه في مجال التنويم المغناطيسي في هذا الكتاب وضع للكتاب مقدمة وجعل للكتاب خاتمة وما بين المقدمة والخاتمة سطر مايكل نيوتن تسعة وعشرين تجربة قام بها وأجراها وطبقها على تسعة وعشرين مريضا من مرضاه كما يقول هو من أنه طبق عليهم برنامجه وخبرته في مجال التنويم المغناطيسي نومهم مغناطيسيا ورفع مستوى وعيهم إلى أعلى ما يمكن أن يرتفع وعيهم في تلك التجارب وفي هذا المضمار في مضمار حقل التنويم المغناطيسي ومن أنه استطاع أن ينشط ذاكرة كل مريض من مرضاه عبر الوعي الفائق بحيث كان باستطاعة كل مريض من مرضاه أن يعود في ذاكرته إلى عميق وجوده وأن يتذكر حياته السابقة قبل أن تتمازج روحه في جسد جديد في ولادة جديدة خلاصة الكلام مايكل نيوتن يعتقد بتناسخ الأرواح ويستدل على هذا بتجاربه في التنويم المغناطيسي على مرضى كما هو يقول يرفع وعيهم إلى درجة عالية وينشط ذاكرتهم إلى حد عميق بحيث يتذكرون تفاصيل حيواتهم السابقة وكيف أن أرواحهم خرجت من أجساد كانوا يعيشون فيها في زمن سابق ثم رجعت وامتزجت بأجساد جديدة وعاشوا حياة أخرى على هذه الأرض هو هكذا يعتقد هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش مطول الذين يذهبون إلى هذا الكتاب ويقرؤونه من دون ثقافة ومن دون معرفة في هذا المجال قد قد يصدقون الذي جاء في هذا الكتاب أساسا مايكل نيوتن ثقافته لا علاقة لها بالغيب ولا علاقة لها بالدين مايكل نيوتن استعمل التنويم المغناطيسية كي يصل إلى هذه النتائج فمن قال من أن النتائج التي يصل إليها عبر هذا الطريق ستكون نتائج صحيحة خصوصا وهؤلاء الذين أجرى عليهم تجاربه هم مرضى هم مرضى من المرضى النفسيين والذين يصابون بالأمراض النفسية كيف نستطيع أن نطمئن إلى تصوراتهم وإلى ما يجري في ذاكرتهم وإلى مجموعة المعلومات التي تختزن في خلجات نفوسهم أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع وهذا المجال مجال يتشعب فيه الحديث المرضى الصادقون في تصوراتهم لكن المشكلة ليست في صدق المرضى أو في عدم صدقهم مايكل نيوتن صادق في تجاربه المشكلة ليست في صدقه أو عدم صدقه المشكلة في مصدر هذه المعلومات من أين وصلت هذه المعلومات إلى المرضى كيف وصلت إليهم وكيف اعتقدوا بها المشكلة في التفسير الذي سيوضع لهذه الظواهر فإن مايكل نيوتن وغيره لا يمتلكون المفردات الغيبية لتفسير هذه الظواهر إنهم يعتمدون على المفردات المختبرية من خلال تجاربهم من خلال اختباراتهم من خلال وعيهم الشخصي الذي يستند إلى علم النفس فمن قال أن النتائج التي وصل إليها علم النفس صحيحة بالمطلق علم النفس في أبحاثه ونظرياته والنتائج التي وصل إليها يصيب في جانب ويخطئ في جانب كبقية العلوم علم الطبي بشكل عام علم احتمالي وإلا لماذا الطبيب يصيب في التشخيص في بعض الأحيان ويخطئ في أحيان أخرى لماذا لأن القضية مبنية على الاحتمالات وقد يصيب الطبيب وقد يخطئ أتعلمون أن في بعض الدول الآن في بعض الدول الأوروبية صدرت قوانين من أن تشخيص الأمراض الخطيرة يرجع فيه إلى أجهزة الكمبيوتر التي قطعا تغذى بالبرامج المناسبة لهذا الموضوع لا يعتمد على تشخيص الأطباء لماذا من خلال دراستهم وتحقيقهم ثبت عندهم من أن أجهزة الكمبيوتر نسبة الخطأ في تشخيصها أقل بكثير وكثير جدا من نسبة الخطأ في تشخيص الأطباء للأمراض الخطيرة عبر المعطيات التي تتوفر لديهم هذه المعطيات إذا ما أعطيت لأجهزة الكمبيوتر المبرمجة فيما يخص هذا الموضوع فإن النتائج التي تقدمها أجهزة الكمبيوتر نسبة الصواب فيها أعلى وأعلى من نسبة الصواب في تشخيص الأطباء بشكل شخصي مباشر من عند أنفسه الكلام احتمالي لا يمكننا أن نبني على هذه الاحتمالات وقد يقول قائل من أنكم الذين تفكرون بالمنطق الديني أنا أو غير من مختلف الديانات من قال من أن كلامكم صحيح هذا الإشكال وارد لكنني كما قلت لكم أنا أجيب بحسب ما أعتقد ولست مسؤولا عن اعتقاد الآخرين وحينما أقيم النتائج التي وصل إليها مايكل نيوتن وغيره أقيم هذا من وجهة نظري لا شأن لي بالأخرين أن يقبل ما أقول أو أن يرفض ما أقول هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد إلا أن السؤال موجه إلي وأنا الذي أجيب على الأسئلة قطعا سأجيب بحسب ما أعتقد ولا أجيب بحسب ما يعتقد الآخرون نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام السائل في رسالته يقول من أن بعض المسلمين يستدل بهذه الآيات وأشار إلى آية من سورة المؤمنون إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة ثم أنشأناه خلقا آخر هذه الآية واضحة لا علاقة لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد يريدون يريدون أن يفهموها ذلك أمر راجع إليهم الآية في سياق قصة خلق الإنسان في رحم أمه الآية الآية من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة هذه المراحل يشترك فيها الإنسان مع الحيوان قطعا الإنسان بما هو إنسان في تكوينه البيولوج والحيوان بما هو حيوان في تكوينه البيولوج ولكن إذا أردنا أن ندرس الموضوع تشريحيا فإن المسيرة المسيرة التشريحية لتكوين الحيوان مع المسيرة التشريحية لتكوين الإنسان هناك تطابق إلى حد بعيد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر هنا تأتي الإنسانية بخصائصها ثم أنشأناه خلقا آخر هذه الإنسانية كنهها ما هو لا نعرفه لا نعرفه لا نعرف كنها الأشياء كما أننا لا نعرف كنها الحيوان المراد من كنهه الأصل العميق الذي جعله حيوانا بما هو هو والمراد من كنه الإنسان الأصل العميق في أصل تكوينه الذي جعله إنسانا بما هو إنسان هذا الكنه لا تصل عقولنا إليه إنما نستطيع أن ندرس آثار هذا الكن حينما نتحدث عن عقل الإنسان فإن عقل الإنسان أثهر من آثار كنه الإنسان وحينما نتحدث مثلا عن ضحك الإنسان عن تعجب الإنسان عن بكاء الإنسان هذه الحالات التي لا تظهر على الحيوانات هذه آثار لكونه الإنسان أما كنه الإنسان ما هو نحن لا ندركه لا ندرك كنها الإنسان ولا ندرك كنها الأشياء ما ندركه ندرك الآثار ومن هنا فإن المتخصصين في علم المنطق والمتخصصين في تعريف الأشياء ماذا يقولون يقولون من أننا لا نعرف فصول الأشياء الفصول هي الرموز المشيرة إلى كنه الأشياء وما نطلق عليه عنوان الفصول ما هو بفصول إنها أعراض إنها أعراض الأعراض منها ما هو عام ومنها ما هو خاص أنا لا أريد أن أشغلكم في دوامة إصطلاحات المناطقة والفلاسفة ولكن الكلام هو الذي جر الكلام فجئت إلى هذه الجهة فيقولون ما يقال له فصول والفصول كما قلت لكم رموز إشارات تشير إلى كنه الأشياء إنها أعراض إنها أعراض من الأعراض الخاصة لكنها من الآثار القريبة للفصول وإلا فإننا لا نعرف من فصول الأشياء شيئا لو كنا نعرف فصول الأشياء لأدركنا كنهها ونحن لا ندرك كنها الأشياء إنما ندرك آثار كنهها فالعقل القوة العاقلة عند الإنسان القوة الناطقة القوة الضاحكة القوة الباكية إلى سائر الآثار الأخرى إلى سائر التفاصيل الأخرى كل هذا يشير إلى كنه الإنسان أما كنه ليس معروفا عندنا ثم أنشأناه خلقا آخر هذا هو الذي نحن لا نعرفه إنه الإنسان بما هو هو فتبارك الله أحسن الخالق ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه التجارب لا علاقة لها بالموت وإنما ترتبط بالحياة وليست بالموت وهذا سيتضح لكم جليا في حلقة يوم غد حينما أنقلوا الحديث إلى معارف العترة الطاهرة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ما مر على هؤلاء أصحاب التجارب مر عليهم وهم على قيد الحياة صحيح أن أرواحهم خرجت من أجسادهم ولكنهم في عالم الحياة وليس في عالم الموت فعالم الموت شيء آخر يأتينا الحديث عن هذه التفاصيل تباعا أشارت الرسالة إلى آية أخرى وهي في سياق آيات من سورة الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون جاء هذا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة الواقعة في سياق آيات تقارب في المضمون ما قرأته من آيات في سورة في سورة المؤمنون من الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة وإلى الآية الثانية والستين بعد البسملة من سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون إنه الماء الذي إذا ممتزج بويضة المرأة تكون الجنين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ليس هناك من سابق يستطيع أن يسبقنا وما نحن بمسبوقين نحن الغالبون ونحن الفائزون ونحن السابقون المقتدرون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن الخالقون القرآن هكذا يقول ونحن أنا وأنتم نحن المخلوقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين لا يسبقنا سابق نحن الغالبون نحن الفائزون نحن الناجحون نحن المقتدرون وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لا يوجد دليل على أن النشأة التي تتحدث الآية عنها ترتبط بموضوع تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات لا يوجد دليل على ذلك وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون في ثقافة العترة الطاهرة في عالم البرزخ يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر كي تطلع على الكثير من التفاصيل المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع في عالم البرزخ أكثر الناس ستذهب إلى مقابر النوم سينامون ينامون ينامون إلى يوم القيامة إنها مقابر النوم وهناك القبور الجنانية وهناك القبور النيرانية هناك من يوضع في قبر ويفتح فيما بينه وبين الجنان ما يصل إليه من نعيمها عن أي جنان أتحدث عن جنان البرزخ وليس عن جنان الآخرة في عالم البرزخ هناك جنان وهناك نيران هناك جنات عدن البرزخية وهناك جهنم البرزخية في عالم البرزخ قلت لكم هناك مقابر النوم قبور النوم هناك القبور الجنانية يوضع في قبره ويفتح له فيما بين قبره وبين الجنان البرزخية ما يأتيه من نعيم وهناك من يوضع في قبره ويفتح فيما بينه وبين جهنم ويأتيه ما يأتيه من عذاب جهنم عبر تلك البوابة الجهنمية وهناك من يذهبون إلى جنان البرزخ وهناك من يذهبون إلى جهنم البرزخ هؤلاء الذين يذهبون إلى جنان البرزخ وإلى نيران البرزخ أرواحهم ستكون في أجساد هي غير أجسادهم الدنيوية الروايات هكذا قالت وإنما تشبه أجسادهم الدنيوية سيأكلون ويشربون في الجنان في الجنان البرزخية بحسب تلك الأجساد إنها ليست كالأجساد التي يبعثون بها يوم القيامة هذه أجساد برزخية ما هي بمعنوية وما هي بمادية مطلقة إنها برزخية ما بين المادة والمعنى ولذا فهم يأكلون ويشربون وكذلك هم يعذبون في جهنم البرزخ هذا موضوع البرزخ موضوع مفصل وهناك نشآت أخرى فإن الآية تتحدث عن هذه النشآة وعن غيرها أنا لست بصدد تفسير هذه الآيات لكن الرسالة تحدثت عن هذه الآيات فلذا أجملت الكلام بخصوص ما جاء في سورة المؤمنون وسأجمل الكلام هنا بخصوص ما جاء في سورة الواقعة وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشآة الأولى فلولا تذكرون علمنا النشآة الأولى حينما استمرت حياتنا في الدنيا وعلمنا ما علمنا من بدايات نشآتنا قطعا كل شخص بحسبه ولقد علمتم النشآة الأولى فلولا تذكرون وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم فإننا في البرزخ إذا كنا من أهل الجنان أو إذا كنا من أهل النيران ستكون أجسادنا مماثلة لأجسادنا الدنيوية التي سنبعث بها يوم القيامة فهنا في عالم البرزخ نحن أمثال لما كنا عليه في عالم الدنيا وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون موضوع البرزخ موضوع واسع مفصل قلت لكم قبل قليل عودوا إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على كل التفاصيل من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتلاحظون أن تطابقا وتوافقا فيما بين مضامين آيات سورة المؤمنون ومضامين آيات سورة الواقعة قطعا ليس من كل الجهات ولكن من جهات عديدة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى بقية ما جاء في الآيات نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون في سورة المؤمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر